أداة للسطو على أموال الخصوم ولغسل جرائم وانتهاكات الميليشيا وتصفية مناوئها ولتبييض رموزها ومصادرها المالية الجديدة هذه هي وظيفة القضاء في صنعاء وهكذا سخره الحوثيون في محاولة لتبرير جرائمها ضد المخفيين في معتقلاتها واصلت الميليشيا محاكماتها الهزلية لنحو عشرة صحفيين وعشرات آخرين مختطفين لديها بتهم كيدية وتواصل أيضا إخفاء خمسة متهمين بمحاولة قتل صالح منذ 2011 معتقلون توقفت قضيتهم في النيابة لعدم وجود أدلة تدينهم في مفارقة غريبة ومثيرة للسخرية يحاكم قاتل صالح شبابا متهمين بمحاولة اغتياله بلا أدلة في ديسمبر 2015 عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء أولى جلساتها لمحاكمة من وصفتهم بالعملاء والخوانة محاكم عالنية تواصلت بحق الرئيس هادي ومستشاري وأصدرت حكمها بإدانتهم بتهمة الخيانة العظمى وقضت بإعدامهم والحيز التنفيذي على أملاكهم وأموالهم وأرصدتهم بجدية وحزم أمسكت الميليشيا بمفاصل السلطة القضائية وسخرت القضاة وأعضاء النيابات الموالين لها كما لو أنها جبهة مستقلة تواجه بها الشرعية تستخدم الميليشيا القضاء لتصفية خصومها ومصادرة أملاكهم وبناء اقتصادها الخاص لتمويل جبهاتها ولتغطية انتهاكاتها التي ترتكبها بحق المخفيين لديها جدية يقابلها تراخم من الشرعية وتخاذل فعلى الرغم من إصدار الشرعية قرارا قضائيا بنقل اقتصاصات المحكمة الجزائية بصنعاء إلى محكمة مأرب إلا أن ذلك لم يحد من تلاعب الحوثيين بالسلطة القضائية والتي أعادت الشرعية صرف مرتبات قضاتها في صنعاء صرفت الشرعية رواتب قضات حكموا على قياداتها بالإعدام وصادروا أموالهم مفارقة وتناقض وتخبط يقابله استغلال حوثي لتبرير الجرائم وتبيض الأموال التي تمول حروبهم ضد اليمنيين ترجمة نانسي قنقر